نشرت الأميرة ريمة بن طلال فجر اليوم اقطع فيديو جديد للأمير الوليد بن خالد بن طلال معروف باسم الأمير النائم الذي دخل في غيبوبة منذ أكثر من 15 عاما نتيجة آديت سير في 2005 خلال دراسته في لندن وقالت الأميرة ريمة بن طلال حبيبي الله يحفظك ويشفيك ويعافيك حيث يظهر الأمير النائم تحت غطاء باللون الأخضر كتب عليه الوطن في قلوبنا موسيقى وفي يناير الماضي استجاب الأمير السعودي الوليد بن خالد بن طلال نائم منذ 15 عاما إلى توجيه طبيبه وظهر وهو يحرك يده عدة مرات في مقطع فيديو له وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الأمير نوف بن خالد بن طلال ضمن سلسلة من الفيديوهات التي ترصد تطورات الحالة الصحية للأمير الذي يرقض في غيبوبة على سريره في منزل والدي وهو يحرك يده أكثر من مرة بناء على طلب الطبيب المعالج الذي ظهر صوته في الفيديو وهو يطالب بتحريك يده وليست هذه المرة الأولى التي يستجيب فيها الأمير الوليد ويحرك أعضاء من جسمه خلال فترة مرضه ويذكر أن الأمير النائم قد تعرض لحادث سير وقع عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين وتختلف التشخيصات الطبية لحالة الأمير النائم وتم دعوة وفتب بمكون من ثلاثة طباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيم من رأسه لكنه بقي في غيبوبة ويسر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجلي تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يشفى وعلق على هذا الأمر قائلا سألني شخص ما لماذا لا تسحب الأجهزة عن ابنك فأجبته إذا كانت مشيئة الله أن يتوفى في الحادث لكان أبني في قبره لا يحتاج لمساعدة الآن بشفاء أو ببقائي على حالي أو بوفاتي وأنا صابر وراد ومطمئن بما قدره الله ومتوكل عليه جلت قدرته فمن حفظ روحه كل هذه السنوات قادر سبحانه أن يشفيه ويعافيه